في متابعة لرؤية حول المناهج الحديثة التي ستدرس بداية العام الدراسي المقبل أوضح رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين طوق أنها تشمل كتب التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية وكتب اللغة العربية ستشمل الصف الأول والرابع والسابع والعاشر أما مبحث التربية الإسلامية فيشمل كتب الصفوف الثالث والسادس والتاسع والثاني عشر للفروع كافة بينما كتاب الدراسات الإسلامية سيكون للفرع الأدبي وأشار طوق إلى أن المجلس أقر مادة الدراسات الاجتماعية في كتاب واحد للصفوف الأول والرابع والسابع أما في الصف العاشر فسينقسم المنهاج إلى ثلاثة كتب هي التاريخ والتربية الوطنية والمدنية والجغرافية وكان مجلس التربية والتعليم أقر الأسبوع الماضي حزمة مناهج جديدة